اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القصة ببساطة أن السيد المسيح ظهر لهم وأول ما ظهر لهم قال لهم السلام لكم لأن القيامة فوق العقل وفوق الإدراك البشري ويوجب لي لما الواحد بيشوف حد بيموت قدام عينيه وبعد كده يشوفه قدامه بيحصل له ايه بيخاف فكان طبيعا السلام سيحبتدي معهم كلامه بكلمة السلام لكم ما تخافوش ما تلقوش أنا مش روح أنا مش شبح أنا مش مجرد كان هلامي ملياش وجود لكن أنا إنسان حقيقي كامل نقول دايما ديت في القداس كل مرة نقول بعد صلو من أجل السلام كامل المرادة اللي بيقوله الشماس نقول الكهن يرد المرادة يقول بما سرتك يا الله أملأ قلوبنا من سلامك ليه لأن اللي جاي ايه الخطوة اللي بعد كده بنقول المجد لله في الأعالي وبعد كده الشماس يقول صلو من أجل السلام الكامل وبعد كده نقول بما سرتك وبعد كده أبونا يشيل الستر وهو بيشيل الستر يعني هو سوري الابروسفارين يشيله وهو بيشيله بيهز كده لو فيه جلاجل ولا حاجة فيتشال من على المسبح إشارة لإيه للقيامة أو ده حرجة الحجر عن باب القبر في إبقى للقيامة ولأن القيامة شيء فوق العقل فلازم نطلب من ربنا ده من يدينا سلامه لإلا الإنسان يخاف أو يوقع في شك زي ما وقع فيه مين النهاردة وقع فيه تومة شك قال لهم إيه قال لهم بصراحة أنا ما إن ما حتتش إيدي مكان المسامير أو يعني إن ما شفتش كده جاء مكان الحربة ومكان المسامير لا أؤمن وجه السيد المسيح ظهر له بعد كده وقال له هات إيه هات صبعك وحطه في جنبي وشوف ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا الإيمان ده شيء مهم جدا في حياتنا وفي وفي مسيحيتنا لكن اللي حصل مع تومة كان إيمان ولا كان حاجة تاني كان مرحلة أعلى من الإيمان شوي اللي حصل مع تومة كان مرحلة إيه عيان شاف يعنيه لأنه هو أصل إيمان ده الثقة بما يرجى والإقان بأمور إيه طيب هو دلوقتي شاف ولا ما شاف شاف ده حط أصبعه كمان فبالتالي المرحلة اللي فيها تومة كانت مرحلة عيان لأن تومة كان واحد من المؤتمنين على البشارة يعني يعني تومة لما يتكلم ويبشر بالمسيح ويبشر بإنجيل خلاص لازم يتكلم بثقة فوق ثقة أي حد تاني زي ميوحنى الحبيب بعد كده طلعت إشاعة أن السيد المسيح كان مجرد روح وأنه شخصية خيالية وأنه زي قاله الأساطير بتوع اليونان وكده قال لهم لا الذي رأته عيوننا والذي لمسته أيدينا لا إحنا شفناه بعينينا ولمسناه بأيدينا ده مش مجرد شخص خيالي فكان نفس الكلام مع تومة كان لازم يتثبت إيمانه ويتثبت ويشوب بالعيان عشان بعد كده لما يحمل البشارة يحملها عن يقين وثقة بولس الرسول يقول لنا بقية جميلة في كورونسس التانية خمسة سبعة يقول طب اللي ما شافش يعمل إيه طب يعني اللي ما جاتلوش فرصة تومة كده يحط إيده بمكان الحرب يقول لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان بالإيمان نسلك لا بالعيان وصدقوني كل واحد فينا جرب يعني ربنا ياخد إيده وقول له هات صبعك وحطه في جنبي وآمن وما تكونش غير مؤمن بل تكون مؤمن كلنا جربنا دي بشكل أو بآخر كلنا اختبرنا إيد ربنا في حياتنا مع السلام اللي بيديه المسيح بعد الإيامة دايما نسمع آية جميلة كده يقول ففرح التلاميذ ازرقوا الرب فرح موعود به ليه أصلا هو لما مات كانوا هم خايفين جدا أرجعكم لخطوة الوراء شوية كنت كلمت عنها ملخص بست يوم وجمعة اللي فاتت كده من ومين في يوحنى 16-16 السيد المسيح كان بيتكلم مع تلاميذ وبيحاول يفهمهم إيه اللي هيحصل بعد كم يوم يعني هو تحديدا من النهار ده لو رجعنا أسبوعين لوراء حنفهم بالزبط الحكاية من أسبوعين كان بيقولهم بعد قليل لا ترونني أو لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني يتلاقوا في إنجيل يوحنى 16-16 يعني بعد شوية مش حتشفوني وبعد شوية صغرين إيه حتشفوني تاني هو عايز يفهمهم من هو هيتاخد منهم أو حيموت يعني وبعدين إيه يقوم بس هم ما فهموش فجاب لهم بمعنى تاني قال لهم أنتم ستحزنون والعالم سيفرح يعني وقت الصلب التلاميذ كانوا حزانة جدا ومدقيقين وزعلنين على السيد المسيح ده لما بيبقى فيه شخص طيب وإحناين على اللي حواليه الناس بتتوجع لما بيعي ما بايكم لما بيموت ما بايكم بقى لما يبقى المسيح نفسه يشوفوه قدامهم بيموت ويسمعوه من التلاميذ أو من المريمات أنه هو مات فكان طبعا كان صدمة جامدة جدا عليهم فعشان سي المسيح تويزة إن أو يعني يسهل الأمور عليهم فبيحاول يوضح لهم كده أن أنتوا شوية شايفيني وبعد كده أو شفاء مش شايفيني وبعد كده حتشفوني تاني وبعد شفاء يقول لهم أنتوا هتحزنوا والعالم إيه حيفرح ولكن حزنكم يتحول إلى فرح عايز عايز يلخص لهم موضوع الأيام وعايز يقول لهم ما تزعلوش ما تتضيقوش هم ما فهموش هم برضو مش قدروا يستوعبوا لأن الوضع فوق دماغهم هو لو هو اتخذ منهم هم عارفين أن اليهود عايزين يقتلوا لو هو قال لهم وهو قال لهم فعلا أنه هو بعد كم يوم ابن الإنسان يوسلم ليصلب صح فهم إيه اتخضوا وخافوا لما قلها لهم صراحة ابتدوا يكشوا ويخافوا لكن هو حاول يقلها لهم بطريقة بسيطة لكن برضو ما فهموش فالتر يدي لهم مثل لأن برضو هو متعود على موضوع الأمثال ده مع التلميز قال لهم إيه قال لهم مثل المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت الساعة الولادة دي ساعة صعبة عشان كده دائما لما واحدة تبقى بتولد يقول لها ربنا يديك ساعة سهلة يعني ربنا يرلطف عليك ألام الولادة نشكر ربنا دلوقتي فيه أدوية وفيه حاجات وفيه سي سكشن وحاجات جميلة كده لكن زمان يعني كانت الولادة دي حاجة صعبة جدا ولسه لحد النهاردة فيه ناس بيتعاني في موضوع الولادة فقال لهم الستة اللي ما بتيجي تولد بتحزن لأنها ساعتها خلاص الساعة جت لكن بعد ما تولد الطفل في العالم لا تعود تذكر الشدة لسبب إيه الفرح طب هي هي لسه تعبانة آه لسه تعبانة لسه موجوعة آه لسه موجوعة لكن خلاص فرحانة لأنها إيه جاء جهة اللي بتترجاه واخدين بالكم من المعنى ده جات حياة جديدة جات بداية جديدة فهو حاول يدي لهم المثل بالشكل ده وقال لهم إيه بقى قال لهم آية جميلة جدا عايز أقف عندها النهاردة وتكلم فيها معكم قال لهم سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا إيه ولا ينزع أحد فرحكم منكم سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم بس إحنا فرحنا ما بيستمرش يا رب يعني إحنا بصراحة الفرح اللي عندنا ما بيعودش كتير يعني يعني إحنا ممكن نفرح ليلة العيد أو يوم العيد أو يومين كمان بعد العيد أو يمكن أسبوع أو لو طولت يعني نفرح الخمسين كلها وبعد كده الفرح ما بيعودش بيمشي كده زي ما حاجات تانية بتمشي زي ما السلام بيمشي وزي ما أحنا المحبة بتمشي الفرح ما بيستمرش فإن رب وعدك إن لا ينزع أحد فرحكم منكم وفي الواقع ما حدش يقدر ينزع الفرح مننا لكن الخطورة فين الخطورة لما إحنا نتخلى عن الفرح بولس الرسول قالها النهاردة في البولس قال إيه قال إخلعوا الإنسان العتيق أو أعمال الإنسان العتيق يعني لما لما بطرس يكلم معه قوله إن أنكرك الجميع فأنا لا أنكرك دي إيه دي دي إيه دي دي مشكلتها فين دي عارفين أنا أحسب من إخواتي ده الإنسان العتيق دي مشكلتها لو كلهم عملوا أنا ما عملش قال لي تكلم بالشكل ده دايما عنده ذات وعنده كبراء وشاف أنه أحسن من اللي حواليه دي أعمال الإنسان العتيق دي اللي تنزع الفرح وتنزع السلام أعمال الإنسان العتيق لما واحد زي تومة يسمع من إخواته وقول لهم مش هآمن لما دي كلمة صعبة جدا نتوم لكن أعمال الإنسان الجديد لما بطرس يقف قدام ربنا والمسيح يسأله وقول له أتحبوني يا بطرس فيقول له نعم يا رب نعم يا رب أحبك وبعدين يكرر عليه ثلاث مرات وفي الآخر يقول له يا رب أنت تعلم أو يقول له أتحبوني أكثر من هؤلاء عايز يعدلوا المصيبة اللي عنده إن الموضوع مش فكرة أنا أحسن من إخواتي لا دي في حد ذاتها مشكلة أعمال الإنسان العطيق هي اللي بتنزع مننا سمر الروح من ثمار الروح الفرح من ثمار الروح سلام ومحبة أو محبة وفرح وسلام بالترتيب كده فغلطي خمسة لقوه فاللي بينزع الفرح مننا هي أعمال الإنسان العطيقة أعمال الإنسان القديم الخطائق اللي إحنا مش عارفين نخلع منها لما نحس إن إحنا أحسن من إخواتنا لما نحس إن إحنا أحيانا نشعور بالظلم نفسه احيانا نشعر بالظلم نفسه وانت مش مظلوم بيضيع من عليك بركات كتير لان انت بتعيش في وهمه وتصدقه دي مشكلة تاني احيانا الناس اللي ما بتقدرش تقول حاضر لربنا وتستجيب وتستجيب لوصايا ربنا ما تقدرش تقابل لان الروح القدس بيعمل في الانسان اللي بيستجيب معه طب لو ما استجابش معه الروح القدس يعمل ايه بيحزن طب بس يعني طب ولما يحزن الروح القدس طب ويفرد يعني مثلا افرد ربنا حبي يشغل روحه مع حد بالعافية ايه اللي يحصل ادي لكم مثل في العهد القديم هو ما تكررش كتير لكن هو مثل موجود في العهد القديم شاول الملك لما كان بيجري ورا داود وداود هرب راح عندي سامويل في مدينة الانبياء في مدينة الانبياء واستخب هناك وشاول عارف ان هو موجود راح يدخل ورا المدينة اول ما دخل المدينة ايه اللي حصل لشاول اه قال على المنطقة بتاعته واللبس الملوكي ورماعه الارض وانطرح وريان وقعد يتنبأ او يسبح يعني ربنا طول النهار دا شاول الملك بيعمل كده اه حتى خرجت مقولة تقول اشاول ايضا بين الانبياء يعني هو شاول كمان بيسبح وبيتنبأ اه ليه لانه روح ربنا غط عليه وغط على اقراضه في اللحظة دي طب اللي حصل ايه بعد كده بعد ما داود هرب وداود طلع من المدينة ومشي من ناحة تانية وشاول رجع للملك بتاعه ايه اللي حصل رجع لشاول لاصل طب يبقى يبقى المحصلة النهائية ايه ان لو ربنا غصب على حد يمشي عدل حيمشي عدل بس لانه هو مش عايز يمشي عدل اول ما التأثير يروح خلاص عشان كده ربنا بيحترم ارادتنا جدا وما بيحبش يخصب علينا نعمل حاجة عشان كده نرجع نقول او بولس لخاصة قال الانسان الجديد اسلها ما بقيتش اقول كلمة وسمحوني فيها يعني هو مش وش بنلبسه وبعدين بنقلعه تاني لا هو انسان على بعضه بيتلبس خلاص انت كده بيقيت انسان جديد دي الطبيعة اللي خدناها بعد الايامة او بعد المعمودية فما ينفعش ارجع لبس الانسان العتيق وبعدين بس عشان الانسان العتيق ما ينفعش يكون في الكنيسة يعني ما ينفعش يخش جعق ازعق واشتن في الكنيسة فانا حلبس بس الوش بتاع الانسان الجديد واول ما اطلع اقلع الوش ويباني الإنسان العتيق تاني ده اللي بينزع الفرح من الإنسان أنه مش عارف يخلع الإنسان العتيق الأمور العتيقة قد مضت خلاص بقى انتهت يعني إحنا انتهينا من الكلام ده الفترة دي فترة الخمسين ناس الشيك يقولك ما فيهاش روحيات كتير ده بالعكس ده الخمسين مليانة روحيات لو ركزتوا في الكلام وفي الإراءات اللي بتتقري ما احنا كنا ليه روحياتنا عالية في إسبوع الألام عشان كنا منقرأ كتاب مؤدس وعندنا باسخة وعندنا صلوات وعندنا طيب ما احنا عندنا قريات كتير في الخمسين اللي يفتح كتاب مؤدس ويقرأ يفضل عايش في الروحيات اللي يفهم ان دي فترة ان الإنسان يخلع فيها أعمال الإنسان العتيق خلاص الإنسان ده مات إدم معادش ينفع معادش ينفع أرجع لنفس المشاكل اللي كنت بعملها دي عايز أبقى إنسان جديد عايز أبتيدي بداية جديدة زي ما السيد المسيح أو زي ما الأباء الرسل أسسهم يوم الحد يكون هو أول يوم في الأسبوع ببداية جديدة أنا كمان عايز أبتيدي بداية جديدة أنا عايز عايز أسمع الآية اللي بتقول سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم المشاكل اللي بتيجي من برأ أعمال الإنسان أعمال الإنسان والخطايا اللي بيسمح لها انها تتكون جواه يعني من المشاكل ده ما بنسمحه في الخمسين يقولك اصلا يعني كنت شادت في الصوم وكسلت شوية في الخمسين وتهونت طب ما هو طبيعي ان الفرح يروح لان الخطيئة اول ما بتيجي اول ما بتدرب بتدرب سلام الانسان وفرح فيبقى الانسان منتبه لروحياته ومنتبه لحياته كسل وتهون ما ينفعش ما ينفعش وقاله زي ما يكون بيبني مبنى جميل وحلو وبعدين اول ما بيوصل لليلة العيد خلاص المبنى خلص يجي بتدي ايه يكسر فيه وهدمه من تحته طب وقا عملنا ايه نيجي ايجي السيام الجديد السنة الجاية نبتدي نبني المبنى من جديد لا نبني عليه تاني يعني نبني فوقيه بقى ونكبر مش ما قوله نبتدي كل مرة من السفر اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزق احد فرحكم منكم وبعدين في يحن 16 يكامل يقول النقطة اللي فضلة بقى عشان نقدر محد او عشان محدش يقدر ينزع فرحنا مننا يقول ايه يقول لذلك يقول كل ما طلبتم من الاب اسمي يعطيكم كل ما طلبتم من الاب اسمي يعطيكم اطلبوا مغفرة لخطيتكم اطلبوا شجاعة في مواجهة الخطيئة اطلبوا يقزة روحية عشان يكسل ما يتسللش الينا في فترة الخمسين وضيع كل السمر الحلوة اللي خدناها من الصوم اطلبوا والله يعطي لان احنا منطلب طلبة على حسب قلبه بنطلب ان احنا نكون عايشين في الانسان الجديد مش في الانسان العطيق ما تخافوش من الشدائد لكن تشدد بالرب لان ربنا عالم بكل اللي بيجرع عليكم والالام في الارض الالام اللي بتجوز على كل الناس المؤمنين اللي في الارض ما بتكونش من غير مكافأة كل الالام بنمر بيها ليها مكافأة الشاطر بقى اللي يطلب مكافأة تستمر في الارض وتستمر في السماء عشان كده يقول ايه اطلبوا بقى داما سمر الروح لانه مستمر محبة وفرح وسلام اطلبوا دايما في صلواتكم خلال فترة الخمسين اطلبوا فرح محدش يقدر ينزعوا منكم اطلبوا سلام الله الذي يفوق كل عقل واطلبوا دايما المحبة التي لا تسقط أبدا لإلهنا كلما اجدو كرم الأبد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر